دولياً أكدت منظمة الصحة العالمية أمسياً الخميس أن متحور أوميكرون يدي بحياة الكثير من الأشخاص عبر العالم ومن الخطأ وصف أعراضه بأنها خفيفة قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في أول مؤتمر صحفي له هذا العام برفقة خبراء الصحة العالمية في مقر المنظمة بجونيف قال إن متحور أوميكرون يبدو أقل خطورة مقارنة بنظره دلتا خصوصاً لدى الأشخاص الملقحين مضيفاً أن ذلك لا يعني أنه يجب أن يصنف على أنه خفيف وتبع قائلاً في الواقع إن تسونامي الإصابات ضخم وسريع جداً لدرجة أنه ينهق الأنظمة الصحية حول العالم وجدد مدير المنظمة العالم يدعوته العالم إلى تشارك وتوزيع اللقاحات بشكل عادل أكثر في سنة 2022 بهدف إنهاء الموت والدمار الناجم عن كوفيد-19 كما أن أوميكرون لن يكون المتحول الأخير لفيروس كورونا وأن الفيروس سيستمر في التطور ترجمة نانسي قنقر